اتفقت روسيا وأوكرانيا برعاية أممية ووساطة تركية بعد مفاوضة طويلة على تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أربعة أشهر إضافية خطوة قد تجنب العالم الدخول في أزمة غذاء جديدة جاء الإعلان قبل يومين من انتهاء سريان الاتفاق الذي تم توصل إليه في جويليا الماضي بين أوكرانيا وروسيا برعاية تركيا والأمم المتحدة ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باتفاق الأطراف المعنية على تمديد الاتفاق وقال إن المنظمة الدولية ملتزمة بدعم مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في اسطنبول ليواصل خط الإمداد الحيوي العمل بسلاسة